في اتجاه النموازن للعمليات العسكرية التي تشهدها الأراضي الأوكرانية، هناك تحركات دبلوماسية تسعى لوضع خطة سلام جديدة لتكتب نهاية في سول الحرب. فالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن احتضنت اجتماعا يضم مسؤولين كبارا من أوكرانيا ودول السبع والاتحاد الأوروبي وغيرهم لمناقشة تصور عملية السلام في كييف. واستهدف اجتماع كوبنهاجن تقديم مقترحن للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد قمة سلام لتأييد المبادئ التي تدعم تسوية لإنهاء الحرب. وقال مسؤول كبير من المفوضية الأوروبية إن هناك اتفاقا عاما في الآراء على أنه يتعين أن تستند صيغة السلام المقترحة على مبادئ مثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي مثل وحدة الأراضي والسيادة. وعن هذا الحراك المبذول يقول مساعد الرئيس الأوكراني أندريه يارماك إن أوكرانيا تريد تسوية سلمية تستند على مقترحات بلاده لكن كييف تقبل إضافات الآخرين ولن تقبل في نفس الوقت بالتنازل عن أراضيها. وما نشهده الآن من تحركات على كافة الصعود يأتي بعد المبادرة الأفريقية التي سعت لوقف آلة الحرب وكان من ضمن بنودها انسحاب القوات الروسية ووقف ملاحقة الرئيس الروسي بلاديمير بوتين قضائيا. لكنها لم تلقى موافقة واضحة من الطرفين. كما قدمت الصين مبادرة لإنهاء الحرب وعرضت بكين خطتها للسلام على الروس والأوكرانيين والدول المعنية وتؤكد أنها مستمرة في حراكها لوقف الحرب. وفي نهاية المطاف يرى مراقبون أنه لا بديل عن المفاوضات لكي تضع الحرب أوزارها في أوكرانيا. فيما تواصل روسيا وضع شروطها للتفاوض وعلى رأسها الاعتراف بالحقائق الجديدة في إشارة للمناطق التي ضمتها في أوكرانيا.